زيارة كريمة لدولة فلسطين نفذتها الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ممثلة برئيسها محمد المزروع والمستشار الاقتصادي للهيئة العرب الحامدي بهدف بحث مجالات التعاون المشترك لزيادة فرص الاستثمار في قطاعي الزراعة والإنتاج الحيواني توفر الهيئة سنويا 10% منصافي دخلها لمشاريع في فلسطين فيما يتعلق بالقطاع الزراعي لما أقولي الزراعي أتكلم عن تصنية الغذائية أتكلم عن إنتاج الحيواني كل ما يتعلق إن شاء الله بالغذاء حتى المشاريع الغير مباشرة بالغذاء مثل الأعلاف مثل المياه فنحن نحاول ندعم بكل ما نستطيع هذا الجانب ونزيد من المبالغ المخصصة حتى نطور القطاع الفلاحي بشكل عام في فلسطين وفد الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي سيزور عدة مدن فلسطينية بدءا من محافظة أريحة كونها تعد بيئة خصبة للمشاريع الزراعية وسلة فلسطين الغذائية تشرفت دولة فلسطين وبشكل عام ووزارة الزراع بشكل خاص باستضافة اللي هو رئيس الهيئة العربية للاستثمار والماء الزراعي الأخ محمد المزروعي طبعا والمستشار الاقتصادي هم بزيارة لمدة خمس أيام لفلسطين سوف يطلعوا فيها على المشاريع التي تنفذ من خلال الهيئة العربية وسنديق العربية والبنك الإسلامي وكذلك الأمر للاطلاع على واقع الزراع في فلسطين وتبادل الأفكار مع نظراءهم الفلسطينيين فيما يتعلق بإمكانية تطوير القطاع الزراعي طبعا الهيئة العربية للاستثمار والماء الزراعي يساهم فيها 22 دولة عربية ورأس المال الذي المساهم يتم توزيع جزء منه على هذه الدول لتنفيذ مشروعات زراعية تتعلق بإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني وكذلك التصنيع الغذائي جولة الوفد تضمنت زيارة عددا من المصانع والشركات الزراعية اطلع خلالها على آلية العمل فيها في سياق تبادل الخبرات اللازمة للنهوض بالقطاع الزراعي ودعمه في إطار التعاون المشترك ما بين فلسطين والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي تنفذ هذه الجولة اليوم إيمانا من الطرفين بأهمية التطوير الزراعي من مدينة أريحة إلهامهديب تلفزيون فلسطين